السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اصلي على محمد وعلى آله المحمد والسلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل سنية سمك خفيفة وسريعة مش هتاخد مننا اي وقت. اه بس انا عاملها النهاردة بالسمك الاراميد. اه ممكن تستبدل الاراميد باللوت او الاشر البياض او السالمون. بس انا عملتها بالاراميد على اساس ان هي قل سعر وناس كتي بتستخدمها. هنسمى لو نشوف اه مكوناتنا. الاسمكة طبعا كبيرة ما شاء الله اه نضفتها وقطعتها واخليتها من الجلد كده. اه لو حباها هتبقى بالجلد بتاعها كده مفيش مشكلة. بس انا عن نفس بخليها والمعاية اه بصل ومتقطع شرايح وجزر وفلفل حار ويرومي وطماطم الفلفل متقطع برضو شرايح كده. اه اما الطماطم برضو متقطع شرايح. التدبير اللي بقى بتاعتي اه طوم وخلي ولمون وكمون وملح. اه وراشة اه نعنى عنا يشف. التوابل كمون وملح ونعنى عنا يشف. اه الحاجة اللي بقى الجدية بتاعنا هو السماء النهاردة. لو ما عندي كيش ممكن تستبدليها بالبابريكا. اه حاجة جديدة كده هتخش معنا السماء بيد تست حلوي والبابريكا هتديه طعمي وآه ولون حلو. هنجيب بقى البايلكس او السينياب بتاعتي. عنزب بقى البصل شرايح البصل كده من تحتها رصها في الارضية تحت. على اساس ان هي تبقى ما تحافظ للسمك من ان هي يلزق تحت او يتحرق. هنحط بعد كده الفلفل والوشر الجزر وشوية القوطة. احط بس جزء منهم عشان اسيب جزء تاني. بعد ما حطت خضرنا احط معلقة تدبيلة كده عشان خضري الطعم او التمى بتاعتي دي. اه واحط بقى معي برضو اه رشة رشة بسيطة جدا ملحي وكمون. اه واجيب بقى السمك بتاعي اه اعمله اتبله كده بالتدبيلة بتاعته. اه السمك لازم لما يتبل يقض على الاقل ساعتين او ساعة. اه عشان اللحمة تشرب من التدبيلة. فانا هعملها اه واسيبها نص ساعة. او بل مثلا ما الفرن ما يسخن. اه ما 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 يتحطش على طول في الفرن. اه كده اتبلت السمك. ارصه بقى داير ميدور. اه اخلص بقى الكمية. وبعد ما اخلصت الكمية اكون جايبة بقية الخضار لاني كنت سحطها على جنب. انزله بقى فوقي كده. وبرضو بقية التدبيلة انزلها عليها بالشكل ده. وحط رشة بسيطة جدا من ملح وكمون ونعناع. اه ورشة من السماء بتاعي. اه وعصر اللمونة كده كبيرة. اه داير ميدور على السمك كله. اه طبعا عارفين ان السمك بيحب اللمون قوي ولا والكمون. اه وحط زيت عشان الصينية طبعا السمك مش متحمر انا محبش احمر هو ممكن تتحمريه. بس انا مش بحب السمك اللي يتحمر. اه هو حاجة ده ضيط وخفيفة وسريعة. فلازم نحط زيت. عفوا. انا لازم نحط زيت عشان ما يلزقش معي السمك تحت. اه ويخش بقى فرن حامي. لازم يبقى الفرن سخن عليه. ونرى عالية. اه كده بعد ما قاعد نص ساعة في الفرن. اه حسب انت فرنك بقى اه ممكن يطول معاك الساعة لربع. ونزوش اللايك والشير وبيعجبك الفيديو.